كَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجْعَلَنِي نَبِيًّا وَجْعَلَنِي مُبَارَكَا الْعَيْنَ مَا كُنتُ وَأَرْخَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالصَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ أُولِدْتُ وَيَوْمَ عَمْتُ وَيَوْمَ عُبَعَثُ حِيَّا ذَلِكَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ كَوْلَ الْحَكِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَطَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْهَانًا سُبْهَانًا إِذَا كَضَاءَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَكُولُ لَهُمْ فَيَكُولُ